أشهد سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الخيرية وجؤون الشباب رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية أشهد بالمستويات الفنية القوية التي ظهر بها المشاركون من الملاك بمسابقة البحرين للصقور والصيد سمو أكد أن هذه المستويات تعكس قوة المسابقة وما تسخر بها من أصحاب الخبرة بالرياضات التراثية والذي يضفي المتعة والإثارة على المنافسات مشيدا سموه كذلك بالحضور الجماهري الكبير الذي شهدته منافسات المسابقة ويعكس صورة الإيجابية على نجاح المسابقة مقدرا سموه الجهود المميزة لللجان المنظمة لإنجاح هذا الحدث هذا وانطلقت اليوم منافسات الأسبوع الثاني من مسابقة البحرين للصقور والصيد على كأس سمو الشيخ فيصل بن راشد بن عيسى الخليفة رئيس الاتحاد الملكي للفروسية وسباقات القدرة والتي تقام برعاية سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة